دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الصين إلى أغلاق معسكرات الاعتقال التي كشفت تقارير موثوقة أنها تحتجز نحو مليونين من الأقلية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى طبعا لجنة الأمم المتحدة لخبراء حقوق الإنسان قالت من جانبها أنها تلقت العديد من التقارير الموثوقة بأن مليونين شخصا من الإيغور في الصين محتجزون فيما يشبه معسكر اعتقال مكثف تحيط به أسرية كما تم اعتقال مئات الآلاف من أقليات مسلمة أخرى في الأقليم ذاته هيومان رايس ووش قالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف قالت على لسان أحد مسؤوليها أن الصين فشلت في تقديم تفسيرات موثوقة للانتهاكات الجسيمة ضد الإيغور بما في ذلك معسكرات التعليم السياسي في أقليم تشينجيانك أما القائم بالأعمال الأمريكي مارك كازايري أعرب عن شعوره بالجزاء من حملة الحكومة الصينية على الإيغور والكازاخستانيين وغيرهم من المسلمين حاثم بكين على إلغاء جميع أشكال الاعتقال التعصفي والإفراج فورا عن الملايين من أفراد الإيغور المعتقلين من جهته قال السفير الفرنسي فرانسوا ريفازو أنه يتعين على بكين إيقاف الحبس الجماعي وضمان حرية الدين والمعتقد بما في ذلك مواطني التبت وتشينجيانك طبعا في المقابل رفض مندوب الصين الانتقادات الغربية للإحتجاز الجماعي والمراقبة الشديدة للإيغور في إقليم تشينجيانك كما رفض مواصفها بالمزاعم البعيدة عن الحقائق وأضاف أن بلاده لن تقبل بما عدها اتهامات سياسية على حد قوله يأتي إنكار بكين لانتهاكات حقوق الإنسان للإيغور بينما كشفت تقارير غربية أن انفاق بكين على الحملة الأمنية ضد الإيغور في إقليم تشينجيانك تضاعف خلال عام واحد ليصل إلى مليارين وتسعمائة مليون دولار جرى انفاقها على بناء السجون ومراكز التثقيف الإجباري